موسيقى الله معكم أخوتي أهلا وسهلا فيكم ببرنامج أنت السخرة من نور الشرق اليوم مع بداية لقاءات رح تكون كتير إن شاء الله معكم ببرنامج أنت السخرة يحمل في قلبه وعقله وروحه الرب يسوع وكنيسته السوريانية هو الآتي من سهول القمح في سوريا وبلاد الرفدين وأرز لبنان هو الأمين على كنيسته السوريانية له صمت مار يوسف وكلام يحن المعمدان وشجاعة مار إغناتيوس وهو الذي حمل اسم إغناتيوس بأمانة حيث كان مع شعبه في العراق وسوريا ولبنان وبلاد الانتشار في العالم ليفنا أو نحن ضيوفه غبطة أبينا الباتريالك مار إغناتيوس يوسف الثالث يونان باتريالك السوريان الكاتوليك القلية الطوبة الله معك سيدنا الله يحفظك شماس موريس ونحن كتير نقدر لك هالرسالة رسالة نشر الكلمة كلمة الخلاص الله يقويك وإن شاء الله رح نقدر نكمل هالمشوار مع بعضنا بالتأمل والصلاة والدعاء شكرا سيدنا وسيدنا اليوم كمان حابين عيدك كمان نور الشرق بمناسبة عشر سنوات حضرتكم على رأس الكنيسة السوريانية الكاتوليكية إن شاء الله العمر المديد وللسنين عديدة سيدنا شكرا كتير شماس والله يباركك يبارك كل خدمة بالكنيسة الله خليك ورح نكون سيدنا مع غبطك طبعا بعدة حلقات رح نحكي فيها عن المعمودية عن علاقتنا بالرب يسوع عن الصوم عن إفرام عن القيامة والشعب السورياني بالعالم وبالانتشار وحلقات طبعا ولقاءات أخرى مع حضرتك سيدنا بداية اليوم هيك كتير من الأخوة المسيحيين وغير المسيحيين في عندهم أسرار بيشوفوها أنه عندنا نحن وخصوصا بيسألوا كتير حول المعمودية وحضرتك اليوم طبعا اخترت أنه يكون اللقاء الأول بالمعمودية لأنه هو اللقاء الأول الدخول بالحياة المسيحية بس أهمية المعمودية في ناس ما كتير بتعرف شو هي المعمودية ممكن يغدوها كأنه طقص أو لتورجة فقط ما عندهم هالفكرة العميقة اليوم حبين مع حضرتك نتأمل ونغوص بمعنى المعمودية حتى هيك نفيد الأخوة بكنيستنا وبغير كنيس وحتى بغير أديان اللي عايشين معهم ولي بيسألون أوقات شو هي المعمودية عندكم بيشوفو المعمودية نبدأ اليوم سيدنا ما هي المعمودية تعريف وفعلا نحتاج دائما لا تعمق به هالسر لما بنعني سر نعني نعمة خاصة بيعطيها الله بذات ببادرة من إباله ما بنستحقها وبنسميها السر الخلاصي الأول بين الأسرار الكنسية السبعة تعرف أن الأسرار السبعة اللي هي المعمودية التزبيت الأفخارستية التوبة مسحة المرضى الزواج والكهنوت أسرار سبعة اعتبرتها الكنيسة قاتية من الرب يسوء مباشرة على الأقل اسم منها والبقية اللي كنيسة على اختبارها للدعوة المسيحية ده السيامة عيش السر العظيم اللي هو موت وقيام الطراب يسوع يعني أدخلت هالأسرار الخلاصية نعم خاصة الله بيعطينا ياها عن طريق علامات حسية يتأبل المؤمن حتى يقدر يعيش دعوته للأداسة عن طريق أو بواسطة هالسر العظيم اللي تمامه الرب يسوع بموته قيامته فالمعمودية أول سر تسمى أيضا باب الكنيسة لأنه أتتنا من الرب يسوء مباشرة تتذكر بختام إنجيل متى متى الإنجيل يقول ما أوصى به يسوء للتلاميذ قبل ما يصعد إلى السماء يعني بعد إيامته يذهبوا وتلمذوا جميع الأمم وعمدوهم باسم الآب والابن والروح القدس الصيغة اللي نسميها الصيغة الثالثية للعماد طبعا بالبداية العسل كانوا انطلقوا يعمدوا الكل يعني كل اللي بيقبلوها البشارة لذلك الإيمان كان الشرط لدخول بهالمعمودية ومثم إيمان الأهل أيضا كان يقدر يقول يساعد لأن الأطفال كل أعضاء العائلة تتقبل المعمودية مثل ما منتذكر بعمال الرسول مار بطروس عمد عائلة القائد كوريلينوس الروماني الموضوع هو أنه المعمودية نعمة خاصة أعطانا إياها الرب يسوع عن طريق الغطس بالماء صب الماء اللي بيذكرنا بالنقاوي بالطهارة لكن عكس أو بالأحرى تكميل اللي معمودية يحنى المعمودية المسيحية بتعني الولادة الجديدة بيسوع يعني نصبح حقيقة أخوة ليسوع بأخوة وخيات وأبناء وبنات الله هل المعمودية إذن السر خلاصة يعني نعمة خاصة كل مؤمن بيسوع عليه أن يتقبله ومثل ما بنعرف أنه الرسل انطلقوا وكانوا يبشروا واللي كان بيآمن كان بيعتمد بسكب الماء على جبينه ودعوة الثالوس الأغدس نعم سيدنا هون يعني حضرتك قلت بنهاية الإنجيل محتوط أنه أذهبوا وتلمزوا نعم هل ما زالنا عم نحافظ على التتلمز ولا خلاص صار الأهل بيعرفوا أو لا لازم كمان نعطي الكاهن نعطي الدروس مثل الرسل يعني بده يتلمزهم بده يعرفهم على الأب والابن وراح القدس بعدين يتعمد ولا صار الاتكال هون مثلا على الأهل ونأتي نحن أوتوماتيكيا يعني يتعمد الطفل ولا لا لازم نرجع نعيد التتلمز بطريقة ما يعني طبعا التتلمز لازم يعاد دائما لأنه في ديناميكية بالحياة المسيحية ما في أبدا جمود لكن في ظروف حياتية وللأسف جعلت أنه نوعا من العادة أنه العائلة لما يولد يخلق الطفل يقدموه للكنيسة ويعمدو الكاهن عن الأهل بالشرق الكاهن هو اللي بيعمد وتعبير عن إيمان الأهل مش معناته أنه هالأهل عم بيقوموا بس بفعل ما يسمع اجتماعي أو تقليدي الأهل بريدوا ابنهم وبنتهم بتعمدوا بمعنى أنه ينالوا هالولادة الجديدة الإلهية نسميها بقوة الرب يسوع بالنعم تبعية الرب يسوع للإتباع الإرادي للإتباع المخلص حسب مواعيد نسميها المعمودية ولادة جديدة ولادة إلهية نيل النعم الروح الأدوس لأنه بالمعمودية مثل ما رح نعرف الكاهن بيبارك الماء وأيضا بيبارك الزيت وطبعا لازم الأهل بتذكروا أنه مثل ما تعمدوا عليهم أن يوفوا بوعدهم للكنيسة أنه بربوا أولادهم الطربية المسيحية نعم سيدنا حضرتك ذكرت يعني أنه نذكر كمان معمودية يحنى قداش إله علاقة بالمعمودية الجديدة هل هي تكملة أو نفس الشي أو في مفهوم خاص لقل لأنه ممكن في ناس تفكر أنه يحنى معموديتنا نفس معمودية الرب يسوع يعني الرب يسوع هل كان بحاجة ليتعمد حتى نحن نرجع نتعمد مثل معمودية مريحانا أو اختلفت نحن ما لازم ننسى أنه الإيمان المسيحي ما إجا هيك من الفضاء الإيمان المسيحي معاش في مجتمع مجتمع إنساني بديانات بديانات مختلفة كانوا بيستعملوا ما يسمى الغسيل بالماء لأنه الماء بيرمز للنقاء للحياة وكان في منهم ما يسمى الوضوء إن كانوا عنده وثنيين إن كان عند اليهود سيما الجماعة الأسينية إنه كل يوم كان بيتنقوا بهالماء إجا يحنى ذكر الناس اللي كانوا عم بينتظروا المسيح إنه عليهم أن يتوبوا حتى يتعمدوا فكان المعمودية نسميها معمودية التوبة بالنسبة ليحنى المعمدان لكن نتذكر إنه يحنى المعمدان قال أنا وعمدكم بالماء يعني ما يسمى الحركة الخارجية بتنقية الناس بالماء ويذكرهم لازم يتوبوا ويفكروا بعيش ملكوت الله لكن قال المعمدان يحنى المعمدان أنا وعمدكم بالماء سيأتي بعدي من يعمدكم بالماء والروح وحتى بالنار النار يعني اللي بتنقى اللي بتجعل النفس البشرية كليا نقدر نقول نقية أصبحت نقية بتلي بالبنوة الإلهية ف يحنى المعمدان كان يعمد بنهر الأردن ونهر الأردن بنعرف إله أهمية بالديانة اليهودية إنه كان نوعا ما نوع العبور إلى الحياة الأخرى ويسوع نفسه تعتمد على يد يحنى ليس لأنه كان يحتاج إلى التوبة لكن لكي يكمل البر مثل ما يقولنا الإنجيل يعني قدام الناس حتى يقول لهم شوفوا كلنا لازم نفكر أنه نتنقى ونتوب ما كان هو بحاج إلى توبة قدش التواضع ونحن بنعرف على أنه يسوع ركز كتير على الولادة الجديدة عندما التقى معه نيقوديموس وقال له يسوع لازم كل واحد يولد من فوق وبالماء والروح لما سأله نيقوديموس كيف يولد الإنسان من جديد قال له الولادة هي ولادة بالروح طبعا نرجع على الموضوع الأساسي السر المعمودية بالكنيسة بنسميه سر يعني حقيقة إيمانية نحن ما فينا نستوعب كل أبعاد هي بتتجاوز الفكر البشري والعقل البشري لكن إيماننا هو اللي يخلينا نتقبل هالسر هذا ونفعله بحياتنا سيدنا طب بنعرف نحن أنه المعوضية اختلفت شوي على القليلة من أيام الرسل إلى الآن يعني كيف طريقة التعميد من انتلاق الكنيسة إلى الآن الجوهر هل بقيه هو ذاته اللي ترجى تغير وحتى الطريقة مثلا طريقة العماد بيسكب الماء على الرأس بيتختيص الجسم كله شو الأصح شو لازم نعمل وهل كانت تختلف فعلا بشكل كلي المادة هي ذاته الماء مثل ما بنعرف فإذا ما بنقدر بنعمد إلا بالماء وما بنقدر بنعمد إلا بذكر أسماء الثالوس الأقدس الإله الواحد آب وابن ورؤ القدوس لكن في البداية لما نقدر نقول طورت الجماعة المسيحية عرفوا أنه المعمودية هي دخول الباب للكنيسة ففي كتير جماعات أولى كان يفضلوا أنه يتعمدوا أو يعمدوا الناس اللي بيأمنوا على مدخل الكنيسة وكان فيه عادة برك ما فبينزل المعمد اللي يريد يعني ينال المعمودية إلى البركة ويخرج من مكان آخر يلبس اللباس الأبيض ويدخل للكنيسة طبيعي علامات ورموز جميلة جدا فهذا موجود مثلا فيه عندنا آثار بكنيسة مار سمعان العامودي إلى اليوم موجود آثار لهالبركة على مدخل الكنيسة الغطس الغطس عن مشاركتنا عن مشاركتنا لقيامته فمن هون نحن بنسمي إلى اليوم جرن المعمودية مثل أبر المسيح المعمد بهالجرن هيدا بيشارك يسوء بموته ومن ثم عندما نرفع المعمد من الجرن نذكر المعمد أنه أصبح مع المسيح منتصر على الموت وعلى خطيئة بقيامة يسوع المسيح ماربولوس بذكرنا إذا أميتم بشبه موت يسوع وأقمتم بقيامتي بقولنا ماربولوس وهالشي هيدا عاشوا ومارسوا المسيحيين الأولين بشكل رائع جدا لأنه كان عندهم هال يعني العشق والشوء للرب يسوع بريدوا بيتقربوا من يسوع بأكتر يعني أكبر إمكانية عندهم ونتنذكر نتذكر كمان أنه كان هالسر هيدا بيخليهم بينسوا حياتهم كلها لأنه كانوا مشتائين أنه يلاقوا الرب يسوع بمجيء التاني يعني في نوع دائما بأسرار الكنيسة هل توجه الإسكاتولوجي نسميه يعني أنه نذكرنا أنه هالحياة الأرضية ما هي مسكننا النهائي لازم دائما نتطلع إلى الحياة الثانية في الملكوت يعني سيدنا هوم نشوف الصورة قدامنا أنه عبينزل هذا الإنسان من ميلة هوم بالبركة كأنه يموت الإنسان القديم بيختص كله على أن يخرج من الميلة الثانية اللي هو إنسان جديد صار خلص يعني مات وقام بهالعبور بالبركة اللي كانت تصير لكن الكنيسة لما ازداد عدد المؤمنين طبعا ما بقى في مجال دائما بيمارسوا هالطقص هيدا فعننا مثلا طقص بالكنائس الشرقية عادة نغطس التخليص الكامل ثلاث مرات نغطس ونلفز الأسماء الأقانيم الثلاثة أما في الغرب ولما ازداد عدد المؤمنين عندك الكنائس كثيرة مثل فاكتفوا انه بي سكب الماء على جبين على رأس المعمد بشكل عام الطفل ويذكروا دائما أسماء الثالوس الأقداس الليها الواحد من دون الماء ومن دون ذكر الثالوس الأقداس يعمد فلان باسم الآب والابن والروح القدس ما بتم عمودية من هيك في عنا على مسلا اشكال بعض يقولوا هاليا ترى المعمودية عند كل الجماعات اللي بتسمي حالها مسيحية هي مقبولة نحن بنقول والكنيسة تعلمنا انه الجماعة اللي تآمن ايماننا بين رب يسوء اقنوم الثاني وتآمن بالسر الثالوس الأقداس وتقوم بالعماد بذكر الثالوس الأقداس معمودية مقبولة مقبولة وما لازم تتكرر ما بتكرر فيه ممكن انه اوقات معمودية تتكرر لكن لأ لما يكون فيه مثلا حالات بنسميها شك ب صيغة المعمودية عند دائزا الأهل والكنيسة بتعمت بتسموها تحت شرط في حال اذا هذا الشخص ما تعمت حسب الصيغة اللي الكنيسة قبلتها من البداية حسب أول الرب يسوء الى اليوم سميها معمودية تحت شرط لكن المعمودية تمنح مرة واحدة لهيك بتسموها الختم ختم الروح القدس مثل ما واحد يختم ما بي يعني يكرر الختم هيدا صار عنده من العلامة الوسم ما بتدعي يعني سيدنا بين كأرتودوكس وكاتوليك ما هنترى فيه المعمودية معمودية واحدة انتهت طبيعي هذا ما فيه على هذا الصحي وحتى طواقف بروتستانتية مسمية الطواقف بروتستانتية الرئيسية أنجليكانية نعم أنجليكان لوثرين المعمودية مقبولة نعم مثل ما قلنا الصيغة موجودة والمادة موجودة الماء والصيغة ولو تختلف اللوتورجيا يمكن اللوتورجيا طبعا سيدنا على ذكر اللوتورجيا كنيستنا نحن الكاتولوكية اختلفت شيء اللوتورجيا اختلاف جزري مثلا من بداية الكنيسة وحتى من وقت ما وقفنا العماد بالبرك الكبير وصار باللجلن هل اللوتورجيا والكلمات بقيت هي ذات او لا صار في اختلاف مع التقدم يمكن البشري نحن اذا راجعنا التقوس الكنيس الشرقية والغربية كان يعني ارتودوكسية وكاتوليكية نجد الصيغة وردبة المعمودية لم تتغير بهالصيغة والردبة اولا يتقبل الكاهن الذين يقدمون المرشح للمعمودية ومن ثم هناك قراءات من الكتاب المقدس تذكر المؤمنين باهمية المعمودية هناك بركة الماء تقديس الماء هناك طلب من المرشح للمعمودية انه يتخلى عن روح العالم والشر نسميه الكفر بالشيطان ويعلن امام ايمانه بالرب يسوع انه يريد يصبح خاصة الرب يسوع ومن ثم الدهن بزيت الموعودين اللي كان من البداية في قرون الاولى كان زيت خاص يتكرس للي كانوا بتهيئوا لنيل المعمودية على مدار السنة وبعده نفس الزيت الكنيسة حافظت عليه عادة يبارك من قبل المطران عندما عند الضرورة عندما يحتاجوا الرعاية مثل ما يبارك ايضا الميرون المقدس بس هذا الزيت فقط زيت من دون اي زوائد يعني من دون اي مواد الى يعني ريحة طيبة ومبلسم وغيرها اللي الخاصة للميرون اما زيت الموعوظي فهو زيت عادي زيت زيتون وبعد دام بالزيت اذا يعمد المرشح للمعمودية طبعا اليوم اذا كان طفل بجر المعمودية وكان يعني بالغ يعني اذا كان في مجال بينزل الى بركة ماء او بشكل عادي يعني بسجب الماء على رأسهم عم نشوفها سيدنا بالبرازيل باخر فترة او امريكا الجنوبية شفنا عبي ياخدوا بيسين او عبي يعملوا هاي بقى مسموحة ملنا يعني في ناس قالوا استعرضي في ناس قالوا لا مسموحة لا لا مسموحة لانه هي اللي كانت متل ما يقولوا الردبة مارسة الكنيسة الاولى وهيدا لازم يعني يتذكروا على انه بالنسبة للكنائس الارتودوكسية والكاتوليكية المعمودية هي ختم ما بتتكرر فاذا اذا بدهم فقط يبينوا للعالم على انه اصبحوا خلائق جديدة يريدوا يعيشوها هاي موضوع خاص لالهم بس اذا كان في ناس مثلا مش معمدين ويتعمدوا ببرك او بانهر مقبولة طبعا بس نرجع بنقول لازم يكون في دائما هل التوجه ب فهم سر المعمودية واللي ترجى تكون مصبوطة ربه بموت الرب وقيامته قبول الرب مخلص والإيمان بالثالث لأقدس الآب اللي جعلنا أبناء وبنات لأله يسوع المسيح اللي بيجعلنا أخوه وخيات لأله والروح الأدس اللي بيجعلنا هياكل يسكن فيها فهيدا طبعا كتير كتير جميل جدا اذا مارسناه بهالروح ومشان هيكي بعدنا هلأ بكنيسنا الجنة المعمودية عباب الكنيسة نعم ومشان هيكي في عنا أبواب بالوسط للي مش معمدين كممنوع يتعدوا من زمان بدا تسكر الأبواب بيطلعوا نكمل نحن الإداياس قداش كانت هالأمور جدية وجميلة بس هلأ يمكن كلنا مسيحيين ما بقى لغة قصة الأبواب نعم وساله يمكن أنه عم ترجع عم ترجع بتعرف أنه في كتير حتى في البلاد اللي تسمى مسيحية أو تأسست على الديانة المسيحية للأسف في كتيرين غير معمدين في كتيرين غير مؤمنين لكن النعمة الله بتمس قلوبهم ويرجعوا يقامنوا بشكل يعني يتعدى فهمنا البشري وبيطلبوا المعمودية إن كانوا من عائلات سابقا مسيحية وما تعمدوا وما اهتموا فيهم أهلهم أو كانوا من ديانات أخرى من ديانات أخرى مسلمين يهود بوذيين بيريدوا يعني يقامنوا بالرب يسو ويتعمدوا حتى يعيشوا دعوتهم المسيحية الباب مفتوح طبعا فموجود يعني اليوم عم بيصير فيه ما يسمى هل ارتداد نسميه ارتداد يعني كلمة يمكن سلبية يعني هل يعني الرغبة بيعيش علاءة حقيقية بين الإنسان وبين الله يريدوا يتعرفوا عن الله من طريق المسيح أمين هون سيدنا رح نفوت على أمر كتير مهم وجوهر يعني بفتكر بالمعمودية لأنه عطول منشوف مرافقة لطالب العماد إن كان عقيم الرسل كان يرفقه يرفقه حدا يعينه يمكن عقيم الموعوزين كان يقوله سنة وسنتان وثلاثة هلأ عم نشوف بحياتنا في دور العراب والعرابي اللي بيجوا مع هالطفل على الكنيسة دورهم شو بدوا يكون شو جوهر دورهم لأنه صراحة عم نشوف ما بدنا نعمم بس تسعين بالمية عبيروح الجوهر من العلاقة الحائلة اللي لازم تكون وعبتكون مجرد احتفال في ناس بيفكروها إنه أنا عراب بصرف على السهرة أو على الغداء أو كذا وهي هي نطلاقة جميعا يمكن على أكل بس مننسى الجوهر ويمكن نحن عم نول تسعين بالمية يمكن في عشرة بالمية فعلا عبيروح شو كأداسة كحدث عظيم لدخول أحد أبنائنا بالحياة الروحية المسيحية هون شو حضرتك بتخبرنا عن دور العراب والعرابي شو لازم يكون العراب والعرابي هن اللي بتختارن الكنيسة مع الأهل حتى يرافقوا المعمد على الأخص لما يكون طفل بتنشئته المسيحية المعمودية هي سم الولادة الثانية الكنيسة أرادت أن تميز الولادة بالجسد اللي عم بيشارك فيها الأهل مع الله الخالق عن الولادة الروحية اللي فيها العراب والعرابي بياخدوا مسؤولية الأب والأم الروحيين لهالمعمد فإذا في ولادة الروحية الكنيسة بتذكر المؤمنين أنه المعمودية هي ولادة روحية إلهية ولادة الثانية اللي بتخلنا بحياة النعمة اليوم العراب والعرابي مثل ما قلنا مسؤولين مسؤولين عن التنشئة الروحية للأسف أضحط بشكل يعني بشكل عام نوع من البروتوكول أو نوع من التقليد يبا أنه نحن 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 نشارككم بفرحتكم بمعمودية طفلكون ونحن نقبل أن نصير عراب وعرامين لكن البعض ما عم بيقدروا يستوعب ويفهموا هال المسؤولية الروحية الموضوع هو لازم نحن نفهمهم هالشي هيدا وموضوع أنه لازم فهمه أنه بالآنون الكنسي مثلا وفي عنا يعني عدم الأبول بزواج الأهل الأقربين حتى عائلة العراب والعرابة الأقربين من عائلة المعمد ما بيحقلهم يجوزهم بعضهم لأنه أصبحوا أصبحوا حقيقة ملتصئين روحيا بهالمعمد وبهالعائلة يعني كأنه أم وبيت نين نعم حتى تركز الكنيسة على مفهوم المعمودية كولادة إلهية طبعا هون مثل ما الكنيسة اليوم مدعوة أنه تربي الأهل البي والأم وتعرفهم معنى المعمودية لأولادهم مثل لألهم كذلك لازم تذكر العرابين أيضا بهالدور الروحي اللي لازم يقوم فيه يعني سيدنا هون أنه هلأ للأسف بس تشوف أنه أشخاص يعني شو المثال اللي بدون يعطوه حتى لباقي الأديان لأ حتى للمسيحيين اللي مش مؤمنين يعني المسيحي اللي ما بيجي على الكنيسة أنه سهرة تقومي أو بيصير يتقلب بالزينة أو شي الأمر ما أنه ما نوت عمودية إلى حيات كاملة متما حضرتك عبتقول ما عبتك تصر على الحفلة هذه خلص نحن مش ضد الحفلة أو اللقاءات العائلية اللي يتعبر عن فرحة اللقاء بين أفراد العائلة والأصدقاء لكن دائما لازم نذكرون بجوهر السر اللي تمم للمعمد والمعمدة نجعلنا إذن أبناء وبنات الله سيدنا قبل ما نتوقف بس مع الاستراحة هيك بدر لزهني بفكرة يمكن تكون حلوة ما أعرف هل معقول نشوف مستقبليا ينعمل دورات مثل دورات الزواج للعراب والعراب شو ممكن يكون دورهم بتنشئة الطفل المعمد طبيعي نحن بالرعاية الأقل قبل بأسبوعين قبل بشي بالرعاية اللي حقيقة يعني تعرف معنى الأسرار المؤدسة مثل ما نحضر الأطفال للمناولة الأولى كذلك والخطيبين للزواج المسيحي السر الزواج أيضا هناك رعاية بتهيئ الأهل كما العرابين لدورهم بهالسر اللي رح يناله المعمد والمعمد طبعا أمر جميل سيدنا نحن نتوقف مع أخوتنا بس استراحة صغيرة أخوتي نتوقف مع أنت الصخرة مع استراحة صغيرة ومنرجع معكم أخوتي أخوتي من جديد مع برنامج أنت الصخرة مع غطة أبينا البطريلالك مرق غناط يوسف السالس يونان سيدنا نحن كتير فرحين والوقت عاب يمر بسرعة مع حضرتك بدي يكمل بس حضرتك حاب تضيف شي على المعمودية فضل ما بدك سيدنا بخصوص يعني هو طبعا تابع للمعمودية نحن لأنه الدخول بالحياة المسيحية المعمودية هي الباب طب نحن فتنا من الباب إن كنا كبار رجعنا لإيمان ما تما حضرتك عابتقول في ناس يمكن تخلوا شوية عن إيمانهم رجعت معنا ضعف إيماننا رجعنا على الكنيسة عم نتذكر معموديتنا إنما العلاقة مع الرب يسوع يعني اليوم بدي شوف أنا علاقتي مع الرب يسوع شو بتحكينا عنه مين يعني مين بحددها كيف لازم تكون علاقتي مع الرب يسوع كيف بداية كيف لازم تكون علاقتي أنا والرب يسوع إذا كنا نقبل إنه المعمودية هي نعمة خاصة من الله بادرة إلهية حتى يجعلنا أولاد لأله معناها لازم نعمق علاقتنا مع يسوع الفادي اللي بطريق عن طريق المعمودية نصبح معه أخوة وخيات فهون لنا نتذكر الرابط اللي بيربط الأخوة والخيات رابط عميء جدا أوقات في صعود أوقات في هبوط لكن لازم دائما بيكون عميء ما بيشوبوا أي شائبة وما يعني يضعفوا أي مشكلة بتحدث فنحن علاقتنا مع الرب يسوع هي علاقة حياتية بنعرف أنه هو مخلصنا هو اللي من نقدر نقول من تبعث الخطيئة الأولى لل الجنس البشري أصبح هو فادينا ألغى الموت الروحي وألغى الخطيئة وجعلنا أقرب الكائنات لإله هاهم بدنا نعرف أنه كل واحد شو هي الخبرة الخاصة مع الرب يسوع شو بدوا منه الرب يسوع وكيف يقدر يعيش العلاقة العميئة جدا والحميمة مع الرب يسوع ما ممكن لأي مسيحي مسيحية بيقولوا اوكي اوكي تعمدنا وخلاص لا المعمودية إلى مفاعيل حياتية ولازم نكون جديين بأنه نعرف هالمفاعيل هي دائما تأثر بحياتنا الإنسانية المسيحية الاجتماعية فلذلك العلاقة هي حميمة جدا مع الرب يسوع ولازم دائما يعني تتكمل تكتمل من يعني نقطة إلى نقطة حتى يكون اتحادنا مع الرب يسوع كامل مين سيدنا بيحدد هيدا العلاقة هل هو الكاهن المطران البترك المعلمين الكنيسة مين بيحدد أنا علاقة اليوم بالرب يسوع من يحدها مين بيحددها شو بده تكون علاقتي أولا هي علاقة إيمانية شخصية مية مرتبطة بما أنه تعمدنا ما بقينا مرتبطين بأغير أشخاص هالأشخاص اللي عم تذكرون طبعا بيساعدونا بيرافؤونا بتنشئتنا نسميها وأيضا بيعطونا بيمنحونا الأسرار لأن المعمودية مدخل لباقي الأسرار سيما بالنسبة للمؤمن أنه بشكل عادي بشكل المتواتر لازم يعيش هالعلاءة من خلال الأفخارستية يعني القربان المقدس اللي يجعلنا جسد واحد مع الرب يسوع لأنه نحن نآمن أنه رب يسوع أسسر الأفخارستية وكل مرة يعني تم الأفخارستية يسوع ذاته على المزبح وعندما بتناوله نتناوله حقيقة هون طبعا الكنيسة هي اللي بتساعدنا الكنيسة نسميها الكنيسة المعلمة تساعدنا نفهم معنى هالسر العظيم جدا والأفخارستية طبعا نقدر نقول هو التفاعل المستمر مع السر المعمودية يعني السر الثاني نعم التفاعل المستمر لذلك اليوم مثلا بالرعاية اللي حقيقة تهتم بتنشئة المؤمنين ومرافقتهم في عندنا هالثلاث أسرار يعني نسميها المدخل الإيمان المسيحي اللي هو المعمودية والتثبيت والأفخارستية هاي بنسميها هالثلاث أسرار اللي الكل لازم يعملوا جهدهم حتى يعيشوها صحيح هلا في عندنا باقي الأسرار تبقى إن كان مسحة المرضى وإن كان الزواج وإن كان الكهنوت كل واحد حسب الدعوة اللي ربنا يدعيها لها بس إنه هل ما نسميها الإنيسياسي يعني الأسرار التمهيدية نسميها اللي بدخلنا بعلاءتنا مع الله وخصية مع الرب يسوء هي هالثلاثة الأولى لازم دائما بنعيش وأولى المعمودية ولذلك نحن دائما مدعوين نسمي نجدد مواعيد المعمودية يعني نفعل هالمعمودية معانية كتير عميقة صح سيدنا يعني ممكن إنه عيش مع الرب يسوع في منهم بيقولوا إنه أنا كيف إدي أعيش مع الرب يسوع ماذا يطلب مني الرب يسوع في البعض بيقول ومنشوفهم يعني ممكن الإنسان يعمل راهب ممكن يلبس خيش ويمشي بالشارع ممكن يقول إنه أنا بدأ أرجع ل مثل أيام عهد الرسل يعني طريقتهم يبحث عن طريقة عيشهم هل فعلا نحن اليوم بدنا نعود مثلا كما الرسل هل اختلفت عيشة المسيحيين الأوائل عن عيشتنا نحن يمكن بالظاهر بالإنسانية بالتطور البشري اختلفت فيها التطور يعني صار في سيارات صار في بدل الجمال كل هالتطور هيدا العلم هل أنا بقدر عيشه أو لا إنه بحدد عيشتي بتقشف بطريقة متربنا يسوع لأ بتعرف في بعض الأشخاص عندهم هيدا الصراع إنه هل أنا أعيش مع الرب يسوع مين بحدد هالعيشة يمكن الرب يسوع بدويني لا أعيش بهيدا الطريقة لا بهيدا الطريقة كيف بقدر أنا أحدد اليوم كيف بقدر عيش بعلاقة مع الرب يسوع مش هني نزح هالحمل يمكن ما بنقدر نحن نحدد طرق بشرية لكي ما يعني نشرح علاقة المؤمن مع الرب يسوع هناك علاقة خاصة الله بيعرفنا كل واحد بشكل خاص وكلنا بنختلف عن بعض لكن نتحد به لهالعلاقة مع الرب كل واحد وحسب خبرته الشخصية طبعا التلاميذ كانوا مدعوين إنه ينطلقوا يبشروا ويدعوا الناس الإيمان بالمسيح المخلص ويعمدوهم وكان يسوع طلب منهم إنه ما لازم يحملوا معهم أي نوع سند مادي لازم يتركوا كل شيء وراهن حتى الأهل يكونوا عندهم مستعدين يتركوا حتى ينطلقوا يبشروا اليوم البشارة مطلوبة منا حتى بعهدنا لكن مش الكل بنفس الطريقة واللي بيجي بيقول إنه أنا بدي أتبع الربي يسوء والتلاميذ بهالطريقة هاي هالتجرد التام عن ما يسمى الأرضيات هاي موضوع شيء خاص خاص بيقتل الروح اللي بيحي فكل واحد وحسب دعوته بها الحياة بس المهم ما لازم نخجل من أولنا إنه نحن أخوة وأخوات ليسوع المسيح أبناء وبنات الله يسوع هو مخلصنا ما لازم نعيش بالأنانية فقط لألنا لازم نعرف كيف نشهد للرب يسوع حوالينا أينما كنا وما لازم أبدا نقع بالتجربة ما يسمى تجربة اليأس والشعور بالفشل لأنه كأنه هذا إنقاص من قدرة الله أنه يقدر يرافعنا بحياتنا على الأرض لازم مهما كانت الصعوبات والتجارب والتحديات لازم تجعلنا نقوة أكتر بعلاقتنا مع الرب هون سيدنا في سؤال كمان كيف كيف أنمو يعني هون الإنسان بحاجة لأرشاد دايما أنه أنا كيف أنمو بهذه العلاقة هل لازم أقرأ الإنجيل باستمرار أعرف يمكن أعمال الرسل أقرأ قصص الإدسين مارس أسرار الكنيسة حضور الأدديس دايما هذه الأمور كلا بتنمي شو يعمل أهمية لازكارنيون أنه تينمو بعلاقته مع الرب يسوع الذي يعيش حقيقة هالعلاقة مع الرب يسوع بمطالعة والتأمل بالكتاب المقدس كلمتك ومصباح لخطاي اللي بيحاول أن كل جهده أنه بيعيش دعوته المسيحية ما بين الجماعة المسيحية بالمشاركة بذبيحة القدس الإلهية بالاستمرار على الاعتراف التوبة يعني التأكيد على رحمة الله اللي يحاول كل جهده بيشارك بالرسالة نسميها رسالة الخدمة للكنيسة في المجتمع طبعا هيدا لازم نهني ونقدره ومن نفس الوقت بنقوله في عندك مسؤوليات إلى نوعا ما درجات أنت مسؤول خلاص نفسك مسؤول خلاص اللي أقرب لك بالحائلة مسؤول خلاص الجماعة المسيحية مسؤول عن المجتمع عن البيئة مثلا وعن الوطن ففي نوعا ما تسلسل بهالمسؤوليات ما لازم يعني أنه نوصل لموصل ونقول هالمسؤولية بتخليني أنه بترك مسؤولية تانية لا نجب نعرف كيف نعيش علاقتنا العميئة حسب ما يوحي لنا الرب يسوح وعداش مهم أنه سيدنا يكون الإنسان عنده مرشد روحي هل مهم ولا لا جزء أساسي يكون عنده مرشد روحي طبعا المرشد الروحي بدي يكون كاهن يعني أحد المسؤولين بالكنيسة ما فيه أخذ أنا علماني صح؟ طبيعي طبيعي المرشد الروحي لازم يكون الإنسان اللي المختمر بالروحانية المسيحية ونفس الوقت اللي عم عاش أو يعيش نحن خبرتنا المسيحية بالحياة نقدر ناخد مرشد روحي هو راهب أو راهبة أو كاهن ونقدر ناخد صديق يساعدنا رفيق المشوار حتى من أخوتنا المعمدين مش دور يكونوا هن يعني اللي نالوا رسامة أو درجة كانوتية معينة المهم أنه يكون في عنا هالتواضع نقبل أنه نستمع لغيرنا اللي عاشوا خبرتنا ويقدروا بفيدونا بنقل يعني إلهامات الروح الأدوس لحياتنا كأقيد المرشد الروحي ضروري ونحن نعرف كتير من الأدسين والأدسات كانوا عندهم مرشد روحي صح وكان هالمرشد الروحي هو اللي يعني برافقه وكان معجب بالعطاءات اللي كان يعيشوها النعم اللي كانوا بيعيشوها بشكل خاص بحياتهم ومتذكر هون يعني على سبيل المثال مش الحصل أنه مارشربل نعم طل الحردين الإديس كان إديس وكان استاذ ومرشد وصاروا اتنينتهم إديسين إديسي هيدا الصحيح نعم قديش مهم سيدنا اليوم بعلاقتي مع الرب يسوع صلوات اليومية يمكن صبح وظهر وعشية قبل الأكل قديش مهم أنه يكون عنا صلاة يومية صلاة خاصة ممكن تكون وصلاة الأبانة بس كمان صلاة خاصة قديش مهمة نحن نتذكر أول يسوع صلوا ولا تملوا بمعنى أن الصلاة لازم تكون مستمرة دائما بحياتنا بين يومنا لكن الصلاة مش معناتها فقط ألفاظ لأنه ينبهنا يسوع أنه يعني ما تكثروا من هال ترداد الألفاظ مثل ما البعري فكروا أنه إذا لفظوا هالألفاظ هاي هالكلمات معناها قلص وفوا ما يسمى حق الروح بحياتهم لا الصلاة لازم تكون صلاة القلب دائما باستمرار بتضرعات نطلب من الله دائما يكون معنا نطلب من الله يقوينا لكن بنفس الوقت نتذكر أنه ما نحن ملايكين نحن أيضا بشر بمعنى أنه لازم أيضا نشارك الآخرين بالصلوات التي تعودت عليها الكنيسة كمنهل للروح مثل الصلاة الربية صلاة السلام الملايكي مثل اللي عندنا السهرانة في أوقات الضيق والمحن مثل طلبات العذرة طلبات يسوع فنتذكر أنه كلمة الله لازم تكون دائما هي المصباح اللي بديننا الطريق فإذا لازم دائما نرجع ونتأمل ونحن نطالع بالكتاب المؤدس إن كان لألنا وإن كان لعائلتنا أو لأخوتنا بالرعية وبنفس الوقت لازم تكون حياتنا الصلاة مستمرة نعم وأكيد سيدنا ما فينا نكون مؤمن وعلاقة جيدة مع الرب يسوع وأنا ما عب بحضر الإداس مثلا أنا ما عب بشارك بالإداس أو ما عب بتناول أو ما عب بعترف يعني هاي دي أمور بدت تكون ملاسقة لحياتي أنا ما في يقول أنه أنا على علاقة جيدة وبحب الرب يسوع حاطت صورته أنا ما بقى كل شيء ما بقوم بأي عمل كل أيام الأسبوع لدرجة هون في حكاية حكاية أحد الأباء مرة بيقول أنه إجا شاب يتوظف فجاب له لمدير الشركة ورقة من الكهن الرعية فالمدير تطلع فيها قال له هيدا كهن الرعية كتير ميح بيشوفك الأحد بدي ورقة من باقي اللي عب تتعامل معهم بأرض الأسبوع فهيدا جميلة جدا قال له هل نحن في أيام الأسبوع كعلاقة برب يسوع مطلوب أنه كون مثل ما أنا نهار الأحد وقداش مهم أنه يكون في إداس سيدنا على قليل مرة بالأسبوع بحياتنا طبيعي طبيعي الكنيسة بتوصي بالمشاركة بالذبيحة الإلهية اللي هي منبع لحياة الرعية لازم تكون دائما توحد الرعية تجمع الرعية بالإيمان والشهادة للرب يسوع وتحيي الرعية في الأوقات الصعبة فطبعا نحن ما فينا نفصل حياة المؤمن عن حياة الجماعة المسيحية يعني حياة الخاصة وحياة العامة أنا كمؤمن بيسوع بدأتكون هي نفسة ما في عيش انفصام شخصية يعني بالأمر نعم وحتى مهونين سيدنا بالكنيسة أنه بيقولوا يمكن على الأقل اعتراف ولو مرة بالسنة صح؟ هاي وصية الكنيسة أقل الشيء أقل الشيء يعني نشوف قداش الكنيسة بعد عبتهونها مع المؤمنين اللي بيتحجج أنه عند شغل أو عند قضايا معينة سيدنا بتحب أعطيب شيء بخصوص قداش أهمية الإنسان يكون متعلق وعلاكته بربنا يسوع المسيح يعني حياتنا هي يسوع بيقول أعمال رسل حياتنا هي المسيح وقداش وفي ناس سيدنا بتفهم غلط يعني بتفكر أنه يا أخي أنا ما بدي أعمل علاقة مع يسوع يمكن أغلط بكرة في ناس فعلا أنا حكييني أشخاص كتير بيقولولي خايفين نفوت بعلاقة مع الرب يسوع ونحزنه يعني نفشل اليوم قداش حضرتك بتقولهم كلمة تنشجحها ولا أنه ما ننسى بعدك حضرتك أي ليغلط العيب أنه ما ننهض شو منقدر نقول بالختام سيدنا لهالأشخاص مثل ما بتتذكر ماربولوس بيقولنا لست أنا الذي أحيا المسيح حي فيه فالمعمة الذي يريد أن يعيش دعوته الإلهية ما بيقدر أبدا يتنكر ليسوع لأنه يسوع هو محور حياتنا هو اللي بيعيش معنا إذا قبلنا نعم في موته وقيامته لذلك ما لازم نخاف أبدا مش معقول إذا نحنا عنا أصدقاء ونسق فيهم فكان بالأحرى الرب يسوع اللي هو الصديق الأعظم لإلنا لأنه هو بإلهيته بيعرف ما في قلوبنا ودائما معنا يرافقنا ما لازم أبدا نتخوف ولا نشعر بأي تردد ما يعطى قلبنا للرب يسوع والرب يسوع لما المؤمن والمؤمنة بيعطوه قلبهم هو بريد قلبنا هو اللي رح يباركنا بكل النعم إن كان نعم الفرح الداخلي والسلام وأيضا نعمة الاتكالة على الله بها الحياة والشريح هو اللي يجرب مش الله يعني ناس تقولك الله ضربنا الله ضربنا لايك شو عا بيصير مع الله لا يضرب ناس كلا بتفكر إنه لايك شو صار فينا شو عاملين لأ الله هيدا أمر مغلوط الله متل ما قالت حضرتك اللي بيحبنا ما بيقبل إلا الخير لألنا صحيح نعم سيدنا أنا بدي أرجع عائدك من جديد عشر سنوات غبتطكم على رأس الكنيسة السوريانية الكاتوليكية فرح كبير لألنا وإن شاء الله لسنين عديدة ونحن اليوم كنا سعادين من حضرتك استقبلتنا اليوم بالبتركية نعمة كبيرة ولو يا شماس فريس أولا بتشكرك عن جديد ونطلب منك تصلي لنا متل ما طلبنا من الجميع صلو لنا حتى أقدر أكمل هالخدمة البطيقية حسب قلب الراب يسوع بالمحبة بالتفاني وبالأمانة والنزاهة اللي مطلوبة من الرئيس والأب الطريفين سيدنا شكرا على تواضعك بنعرف قداش متواضع داي بتحب شعبك قداش دايما همهم بقلبك وبعقلك أخوتي غبطة أبينا البتريارك مالإغناطك سيوسف الثالث يونان بتريارك السوريان الكاتوليك الانطاقي الكلية طوبة من هنشكره من القلب ومتل ما قال سيدنا يسوع هو بحبنا يسوع بقلبنا نحمله منع تلهمشي إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر